الاختلاف الثاني أعزائي الاختلاف الثاني أعزائي هذا الاختلاف بين أعلام النهج الإجتهادي يعني الأول كان بين النهج الأخباري والنهج الإجتهادي هذا الاختلاف الثاني بين ماذا؟ بين هؤلاء جميعاً يعتقدون يعني المشترك بينهم كلهم يعتقدون بالنهج الاجتهادي ولكنهم اختلفوا في هذه النقطة ما هي الدائرة التي من خلالها يكون مجتهدا وحجة من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بعبارة واضحة أنه إذا اجتهد في خصوص الحلال والحرام هذا التعبير معزائي بيني وبين الله ليست فيه إهانة لأحد لأن هذه تعابير الأئمة ونظر في حلالنا وحرامنا أنا عندما عبرت بأنهم فقهاء الحلال والحرام تصور البعض أنه لا سمح الله أنه بصدد إهانة البعض لا أبدا هذا تعبير الروايات ولكن الذي قلته شيء آخر المطلب الذي هو هنا بعض من أعلى من المتأخرين حدود المئة أو سنة الخمسين الأخيرة قالوا أن المقصود من الفقهاء من العلماء من الورث من الخلفاء من الأمناء هذه عنوين الروايات الواردة ومناء الله خلفائي اللهم ارحم خلفائي حجتي عليكم رواة حديثنا وهكذا قالوا هذه كلها يراد بها ماذا يراد بها من اجتهد في الحلال والحرام لا أكثر من ذلك فإذا تحقق هذا فقد تحققت ماذا كل العناوين وإن كان بشرط لا من تلك ماذا من تلك المعارف الأخرى ما لد أقول بأنه بالضرورة ما عنده لا لو لم تكن موجودة عند معارف الدين الأخرى يؤثر على كونه فقيها أو لا يؤثر قالوا لا يؤثر نعم إذا وجدت جيدة أما إذا لم توجد بعبارة أخرى ليست من مبادئ الفقاهة وليست من مقدمات الاستنباط أن يكون الإنسان مفسرا أن يكون الإنسان متكلمة أبدا لا ضرورة لذلك نعم إن كان فجيد نور على نور ولكن هذه ليست من المقدمات ومن هنا تجدون الآثار بعد ذلك ماذا حصل قد يقول لقائل سيدنا طبعا أنا كلامي الآن في الهاي المائة سنة الأخيرة 150 سنة الأخيرة وإلا الحديث قبل ذلك له بيان آخر ومطلب آخر وأحاول أن يركز حديثي على كلمات سيدنا الأستاذ سيد الخوئي قدس الله نفسه التفتولي أعزائي السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه عندما جاء في الاجتهاد والتقليد في كتاب التنقيح أرف الاجتهاد في صفحة 20 من الكتاب قال أرف الاجتهاد بتعريفات ثلاثة التعريف الأول قال استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي وهذا هو الذي حمل عليه الأخباريون على ماذا؟ على الأصوليين قالوا كيف ومتى كان الظن حجة إن الظن لا يغني من الحق شيئا وهؤلاء يقولون لتحصيل الظن ولكنه هذا التعبير نوقش من قبل أعلام الأصوليين وقالوا أنه تعريف غير تام ولذا يقول فهذا التعريف ساقط عند كلتا الطائفتين السنة والشيعة معا لأن هذا التعريف أساسه من أين؟ جاء من السنة وتعريف آخر خلي ذهنكم حسب بعد ذلك أشير إلى النقطة وتعريف آخر ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية هذا من يناقشه السيد الخوئي قدس الله نفسه مناقشة مفصلة إلى أن يأتي في صفحة 22 يقول والحاصل إذن الاجتهاد هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي هذه تعريف ماذا؟ ثلاثة ولكن أعزائي جميعا هذه التعريف سواء كان الظن بالحكم الشرعي أو الملكة التي يقتدر بها أو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عرفته شون؟ أو تحصيل؟ طبعا هذا التعريف غير تام يكون في علمكم لأن المقلد أيضا عنده حجة ولكنه حجته تقليد وليس الحجة ماذا؟ هذا التعريف منقوض ولكن الآن ما رد أدخل في تعريف الاجتهاد ذاك بحث آخر أعزائي جميعا تفتولي؟ كلها مشتركة ماذا؟ أن المجتهد وظيفته ما هي؟ بيان الحكم الشرعي إذن بعد عد وظيفة خارج بيان الحكم الشرعي أو لا وظيفة له إذن عنوان الاجتهاد عنوان الفقاهة عنوان العالم عنوان الأمين عنوان إلى آخر كلها يراد بها ماذا؟ ها؟ يراد بها هذا عند مسؤولية بإزاء المعارف الأخرى أو ما عنده مسؤولية؟ لا ما عنده مسؤولية فلهذا كتبوا في الآون الأخيرة في مقدمة رسائلهم العملية أن الأمور العقائدية يجوز فيها التقليد أو لا يجوز؟ إذن هذه موكولة لمن؟ إلى المكلف هو يروح يستنبط هو يريح يصير متشاهد في كل اعتقادات نعم بالفروع لابد أن يجي أما في الأصول هو مولانا الإمام معصوم لو ممعصوم يقول له أتو روح أبحث شو مدرين إمام عنده علم الغيب لو ما عنده علم الغيب يقول أنتو روح بحث الله موجود لو ما موجود يقول روح بحث أنا شو نعلق ده أقولها هسا قد أقول لواحد ما يقول اللفظا أقول عملا هذا عملا في الرسالة العملي يكتب ولذا أنتو تجدون بأنه الآن في كما أشرت بالأمس وفي مواضع أخرى قلت أنه في جملة من مواقع أعلام الفقهاء يكتبون أن الموقع أو الإجابات مختصة بماذا ها بالفقهية لماذا؟ لأنه أساسا لا يجد لا يجد هناك مسؤولية أن يتصدى للأمور العقائدية مو مسؤولية ما أدري واضحة هذه النتيجة التي ترتبت على هذا لتفتو عندي دليل هذا هذا الدليل الأول الدليل الثاني أن السيد الخوئي قدس الله نفسه عندما جاء إلى مبادئ الإجتهاد قال كيف يمكن أن يكون الإنسان متشاهد ماذا يحتاج؟ ماذا يحتاج؟ هذه أمامكم أعزائي راجعوا اليوم أريد تطالعوا هذا البحث أعزائي حتى تعرفون أنه إحنا من تكلمنا تكلمنا على أسس علمية مبادئ الإجتهاد يتوقف الإجتهاد على معرفة اللغة العربي هذا المبدأ شمي؟ الأول المبدأ الثاني والعمدة فيما يتوقف عليه الإجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان علم الأصول وعلم ماذا؟ وعلم الرجال والإنسان يكون ماذا؟ مجتهدا يا با التفسير ما يعرف يقول ما باللازم هذا منه قال تفسير ضرور يا با قواعد العقائد لا يعرفها بل إذا عرفها جيد ولكن لها مدخلية في عملية الاستنبار أو ليست لها مدخلية؟ لا مدخلية هذا بعد ذلك سيأتي بيانه إذا صار وقت عدم طبعا هذان الأصلانة يكون في علمك أما الأصل الأول علم الأصول فالأخباريون ماذا؟ رفضوه وأما الأصل الثاني وهو علم الرجال فما قبل العلامة شنو؟ أيضا مرفو إذا الشاهد الأول تعريفه شنو؟ تعريفه الاجتهاد الشاهد الثاني بيان مبادئ الاجتهاد وترتب خلوا ذهنكم أعزائي حتى تعرفون لما هي نتائج هذا النهج وترتب على ذلك أن تقدم عندنا علم الفقه وعلم الأصول وعلم الأصول بنحو وصل إلى أنه ما من أعلم من أعلى من المعاصرين بنحو الغالب بنحو العموم وإلا بعضهم ليسوا كذلك ما من علم من أعلى من المعاصرين إلا وله دورة في الفقه تتجاوز الخمسين مئة مئتين مجلد ماذا؟ في الفقه ودورات متعددة ماذا؟ في الأصول صحي لهم وصحي؟ أنتوا أنظروا الأعلام سواء في النجاف سواء في قم بشكل عام دا أتكلم في الغالب ولكنه عندما تأتي إلى التفسير وإلى العقائد هل يوجد أثر في آثارهم وفي دروسهم وفي تلامذتهم أو لا يوجد أثر لذلك؟ ماذا تجد أعزائي؟ تجد عشرات المجلدات في الفقه في الأصول في المسائل المستحدثة في الاستفتاءات كلها موجودة أما رسالة واحدة في الإمامة موجودة لما موجودة رسالة واحدة في التوحيد موجودة رسالة واحدة كتاب واحد في التفسير كما أقول دا أتكلم الحالة الغالبة ها ليقل لي فلان ماذا تقول فلان ماذا تقول دا أتكلم الحالة ماذا؟ الحالة الرسمية في الحوزات العلمية الحالة الرسمية في الحوزات العلمية الأعلام المتصدين يدرسون تفسير عقائد لو يدرسون فقه أصول وكان نتيجة ذلك التفتولي أعزائي أن علم الفقه وعلم الأصول تقدم هذا التقدم الواسع النطاق ولكن في المقابل تأخر عندنا التفسير وعلم لماذا؟ ترى ما دا أتكلم في علوم اليونان فلسفة وعرفان ومنطق أبدا تتجدون فيه أنا دا أتكلم ماذا؟ في العلوم الدينية العقائد علم ديني لو مو علم ديني علم ديني فقه الأكبر فكانت النتيجة أنه جنابك الآن عندما تسأل عن أي مسألة في الفقه أو الأصول بينك وبين الله تذكر رأيا للسيد المرتضى في الذريعة في الأصول أو لا تذكر وإذا تذكر تذكر بعنوان رأي تاريخي وإلا رأي معتمد يوجد رأي للسيد المرتضى أو لا يوجد يوجد رأي للشيخ الشيخ الطوسي أو لا يوجد يوجد رأي للعلامة في كتبه الأصولية أو لا يوجد وهكذا في الفقه عندما تسأل عن أي مسألة فقهية تجيب عن من آراء من تنقلها تنقل آراءها الخمسين سنة الأخيرة من فقهائنا الأعلام متقدمين ومتأخرين من هو المعاصري ولكن عندما تسأل عن مسألة في العقائد رأي من تقولها ها قال المفيد أحسن قال المرتضى قال التوص قال الصدوك هذا ماذا يعني هذا ماذا يعني أنتم بين أمرين لا ثالثة لهم إما أن تدعوا أن ما ذكره هؤلاء الأعلام فهو رأي الأئمة خلص أغلق الباب ولا يقوله أحد منكم يحترم عقله ويحترم نوره وإما أن تقولوا لا أن أعلامنا في العقائد ما اشتغلوا فعندما يسألون في أي مسألة عقائدية ينقلون رأي من رأي الشخطوسي والصدوق والمفيد والمرتضى إلى زمن العلام إلى زمن المجلس تنقلون ينقلون ما بعد المجلس أنتم لا تنقلون رأي كلامي لأحد تنقلون رأي كلامي لأحد ما بعد المجلس ها لماذا لماذا شنو وين هذه معارف دينية وهذه معارف دينية لماذا في الفقه والأصول ننقل آراء السيد الحكيم سيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والسيد الإمام و و عشرات الأعلام والفقهاء ولكن عندما نأتي إلى العقيدة لا نذكر رأيا لهم أين الإشكالية أين الخلل أين الفراغ وهكذا في التفسير بينكم وبين الله استثنوا لي تفسير العلام الطبطبائي خلوا على جانب لأنه هذا كان أيضا من المغضوب عليهم في الحوز استثنوا لي ها بينك وبين الله إذا تفسير الميزان ما موجود الآن بأيدي الشيعة فعندما كانوا يسألون عن أي آية وتفسيرها ينقلون كان آراء منهم ها لوت تبيان لوت طبارسي وأنتم تعلمون كلاهما تسعون في المائة منهم منقول عن تفسير الآخر روحوا دققوا وأنظروا وراجعوا التفسير لتروا بأنه هو تفسير مستقل أو نقلوا كلمات الأخر أو خلاصة لكلمات الأخر لماذا لا تفعل ذلك في الفقه بينك وبين الله لماذا أنت في الفقه لا تكتفي بالسابقين تقول كفونا المؤونة خف الفقهم كفونا المؤونة وكتبوها مجلدات في الفقه إذا أعزائي هذا النهج المتعارف الموجود وأنا ماذا أتكلم أعزائي خلوا في ذهنكم في مقام الثبوت أنا دا أتكلم ماذا في مقام الإثبات لا تقول لهؤلاء لا والله مفسرون ومتكلمون ولكن لا يريدون الكلام لعله والله العالم أنا لا أعلم ما في قلوبهم وبطونهم وأذانهم لا أعلم هذا أنا دا أتكلم ماذا ما قاله أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين في أصول الكافي قال قيمة كل مرئ ما يحسنه هذا مقام الثبوت قيمته هذا سيدي مقام الإثبات أنا منين أعرف هذا يحسن أو لا يحسن أحتاج إلى دليل ماذا لو ما أحتاج إلى دليل قال فتكلموا في العلم تتبين أقداركم هذا المقطع الثاني لما ينقل عادة فتكلموا في العلم تكلموا من باب المصداق الأوضح ما له وإلا فاكتبوا ودرسوا حتى الناس يعرفون ماذا ما تحسنوه عننا ما أدري واضح صار إلى هنا المطلب هذا هو المنهج المتعارف قلت وأؤكد في المرة العاشرة والمئة في الأعم الأغلب وإلا هناك أعلام آخرين معاصرين أيضا كما لهم تراث فقهي وأصولي لهم تراث ماذا تفسيري وكلامي وسواء على مستوى مدرسة النجف أو على مستوى مدرسة تقوم ولكن أنا دا أتكلم على مستوى الدرس الرسمي الدرس الرسمي معتمد على ماذا على ركنين الفقه والأصول في قبال هذا النهج هناك نهج آخر وهو الذي أدعو إليه و و ويقوم مشروعي على أساسه وهو أن المراد من رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله مو المجتهد في الحلال والحرام بل العارف بجميع المعارف الدينية ما معنى العارف بجميع المعارف الدينية يعني الواقف على هذه المنظومة كاملة من فقه أكبر ومن فقه ماذا أصغر نعم أنا يقين عندي الآن مباشرة يأتي إلى ذهنك سهيدنا خو ما المانع أن يتخصص واحد يستنبط فقه الأصغر واحد يستنبط شنو فقه الأكبر بعد ذلك سيتبين أن هذا من الناحية الاجتهادية ممكن أو غير ممكن بحثه سيأتي لاحقا الآن أولا مقصودي هذا عند ذلك أذكر إشكال الأعزة جملة من الإخوة قالوا قالوا سيدنا ما المحذور أن يجتهد ماذا في هذه المسائل المسائل الحلال ورحانة ويترك مسائل العقيدة والتفسير لغيره هذا ممكن أو غير ممكن بحثه يأتي أنا معتقد أن هذه النصوص التي عبرت خلفائي أو أمناء أو علماء أو رواة الحديث ونحو ذلك يراد بها جميعا هذا المعنى الشمولي يعني الواقف على منظومة المعارف الدينية منظومة المعارف الدينية يعني على العقائد بالفقه الأكبر والحلال والحرام في الفقه الأصغر ما هو الدليل على ذلك أعزائي الأدلة عزيزي على ذلك كثيرة جدا الحق والإنصاف الأدلة على ذلك كثيرة جدا ولكن أنا أحاول بقدر ما يمكن أن أقف عند بعضها إجمالا حتى لا نطيل على الأعزاء أولا قوله تعالى في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين تعالوا نحن وأنتم لنرى أن الدين هو خصوص الحلال والحرام أو هو ماذا هذه المنظومة المعارفية اللي تشمل العقائد وتشمل الأخلاق وتشمل الحلال والحرام وغيرها وغيرها هاي المنظومة هاي المنظومة هاي منظومة واحدة هاي المجموعة ما أردأ أقول منظومة لأنه بها معنى آخر منظومة هاي المجموعة إذن هؤلاء إنما ينفرون ليتفقه ماذا أي في الدين والروايات الواردة في ذلك أعزائي كثيرة جدا بإمكان الأعزة يرجعون إلى هذه الروايات في نور الثقلين في ذيل هذه الآية المباركة اللي أنا أشير إلى بعض هذه الرواية الرواية الأولى سمعت أبا عبد الله الصادق يقول تفقه في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي عجيب عجيب لماذا وهذا تفقه في الحلال والحرام ما تفقه في الدين مشمول لو ممشمول فقط يعرف جنو الأحكام الشرعية أما الأمور العقائدية لا يعرفها مشمول لو ما مشمول روحوا دقيقوا في الرواية إن الله يقول في كتابه ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم بعد رواية أخرى هذه في أصول الكافر رواية ثانية في كتاب للشرائع للصدوق الرواية عن محمد بن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله الصادق إن قوم يروون أن رسول الله قال اختلاف أمة رحمة فقال صدقه فقلت إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب قال ليس حيث تذهب وذهبوا إنما أراد الله قول إنما أراد قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم ولينذروا قومهم فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويختلف ويختلفوا إليه فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم عزائي ماذا يتعلمون عن رسول الله بس الحلال والحرام عقائد يقول لو روحوا اجتهدوا له كان يبين رسول الله العقائد أيضا هل يمكن لعاقل أن يدعي هذا المعنى أن التعلم كان وين أما أما الله واحد يقول شنو علاقتنا مرح روح أنت بسيط الحقيقة قاعدة الصرافة اثبت أن الله ماذا وحشنو علاقتنا احنا مو مسؤولين عن هذا احنا مسؤولين نقول لك بأنه إذا أردت أن تدخل بيت الخلاء قدم اليمنى لو قدم اليسر تقول لي ليش هذا المورد أقول لأنه تدعطيه ضمن هاي القاعدة بعد مو مكان أخر طبعا هذا المهم يكون في علم الأعزاء أنا أذكر المثال من باب أضعف الأمثلة هذا المهم ولكنه فقط هاي وظيفة رسول الله كانت وظيفة رسول الله بعد رواية أخرى أعزائي في أصول الكافية سمعت عبا عبد الله يقول عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي عملا جيه هذا على مستوى ماذا على مستوى النصوص الواردة في ذيل الرواية على مستوى كلمات الأعلام في المراد من الفقه في الآية المباركة ما هو المراد من جنو يتفقه في الدين فلولا نفر من كل طائفة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين هذه أمامكم الشيخ الطوسي في التبيان في ذيل هذه الآية وهي الآية مية وثين وعشرين أو ثلاثة وعشرين من سورة توبة قالا وصارا والفقه كذا يفشر يقول وصارا بالعرف مختصا بمعرفة الحلال والحرام مو بنص الآية المباركة ها وإلا الآية ماذا عامة كل المعارف نعم بحسب اصطلاحاتنا هذا العرف الخاص ها مو العرف ماذا مو العرف العام هذا مورد مورد الأخوة أنا دا فقط دا ألخص مورد ثاني وهو ما ذكره الفيض في المحجة البيضاء الأعزة يراجعون الجزء الأول كتاب العلم الربع العبادات بيان ما يدل من ألفاظ العلوم يقول اللفظ الأول الفق فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذ خصوه أو خصصوه بمعرفة الفروع والوقوف على دقائق علالها واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها فمن كان أشد تعمقا فيها وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقه إذن تبعين هاي القضية من زمن من ها من زمن الغزالي بدأت واستمرت أن الفقه والأفقه اصطلاح سعر في حوز ويعبر عنه ما تشاء أنه أفقهية وأعلمية انحصرت وين ها في الفتاوى ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا يعني في عصر صدور النص القرآني والروايات الواردة عن الرسول الأعظم هذا يقول الغزالي ويؤيده منه ها الفيض تعلمون الغزالي إذا موافق ينقل العبارات إذا مخالف ماذا يقول بعد أن ينقل يقول أقول شايفيها لابد مراجعين يقول ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا مطلقا عفوا هذه قراءتها مطلقة لا مطلقا يعني يطلقوا مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال إلى غير ذلك أسأل يقول هذا العنوان كان ماذا مختصا بذلك وبعد ذلك توسع واضح صار وهكذا أيضا أعزائر ارجعوا العبارة جيدة جدا لأنه ولم يقل في جميع ذلك الحافظ لفروع الفتاوى ولست أقول إن الفقه لم يكن هذا كلام كلام الفيض ولست أقول إن اسم الفقه لم يكن متناولا للفتاوى في الأحكام الظاهرة ولكن كان بطريق العمول عموم والشمول أو بطريق الاستتباع وإلا الأصل يطلق على ماذا ها على علم الآخرة وعلى علم المعاد وعلى علم التوحيد و و و إلى غير ذلك أدل لأخرى تأتي والحمد بالله